الله سبحانه وتعالى يبارك في الأعمى إذا واحد ما وقع في خط الانتاج يبقى أما إذا دخل في خط الانتاج الله تعالى يبارك وينمي عملا هذه مثل بذرة إذا تخلوها على الراف هذه إذا تبقى مئة عام تبقى بذرة ولكن عندما هذه البذرة تدخل في خط الانتاج تخلوها تحت التربة الله تعالى يسخر قوى الكون لهذه البذرة المتواضعة الله يسخر لها التربة الله يسخر لها الأملاك الله يسخر لها الشمس والهواء والنور كلها تعين هذه البذرة التي تحت التربة وإذا بهذه البذرة تتحول إلى شجرة كبيرة هذه الأشجار التي الآن تشوفوها في يوم من الأيام كانت بذور وقعت في خط الانتاج الله أمده إذا واحد يقعد في بيته ويقول لا يمكن ما أتمكن من يجي مني من يستمع إلى كلامه يبقى في وضعه أما إذا واحد دخل في خط الانتاج حتى إذا يكون أضعف واحد الله تعالى يسخر قوى المجتمع لأجله ترجمة نانسي قنقر